خليني النهاردة اقولك انه فخامة الرئيس عمل اجتماع مهم جدا لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء مهم جدا 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 الرئيس ادى توجيهات قال احنا عاوزين نشتغل على خلق قليات واضحة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء بحيث انه يتعمل مصار للتنمية واضح متطور متكامل الاركان يشمل المدن السينوية والقرى السينوية يتصق معه هو في حد ينكر انه سيناء لها خصوصية ومكانة فريدة لمصر وفي قلوب المصريين مش حد يختلف كلنا نتفق على ذلك طيب وفي نفس الوقت تبقى توجيهات الرئيس انه مع هذا الاتصاق مع الاهمية والخصوصية يحصل تناغم مع جهود الدولة التنمية المماثلة في بقية الربوع المصرية وعليه تتكاتف كل الوزارات والعيئة والمؤسسات والاجهزة المعنية الرئيس بيوجه بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضري اللي فيه لانه كان قبل كده مفيش تخطيط حقيقة زمان ما كانش فيه تخطيط سيناء كانت منسية منسيتين الصعيد كان منسي حاجات كده فدلوقتي ما بقاش فيه حاجة منسية دلوقتي ما بقاش فيه حاجة ما بيتخطط لهاش وانه يتعامل دعم لهذه الجهود يعني لهذا التخطيط ولهذا التصور ولهذه الاستراتيجية يتعمل لها بقى ايه دعم بدراسات اجتماعية المجتمع في سيناء الكتل البشرية والانسانية اللي في سيناء بس تبقى دراسات شديدة العمق علشان نقدر نخدم اهالينا هناك بالمظبوط يبقى ده القعدة اللي منها ننطلق او تنطلق الدولة جوا سيناء مصر جمهورية مصر العربية في نفس ذات الاجتماع فخامة الرئيس طلع على كمان الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية في شمال سيناء بالتحديد بما فيها بقى تطوير المدن والطرق والمحاور وانشاء المرافق الصياحية وطر فيها سيناء دي والله العظيم انا فاكر مرة من كم سنة يجي من 11 ولا 12 سنة اريدت كم تقرير عمليا الام المتحدة على مدن العالم الاقل تلوسا والاكثر نقاءا وجودة في الهوى طلعت العريش رقم اتنين على مستوى العالم 12 سنة لا اكتر كلام ده يجي من 14-15 سنة حاجة حصلت ابدا ابدا الكلام ده كان 2008 او 2009 حاجة حصلت ابدا النهاردة هو حد يطلع يكتب لك على الفيسبوك ايه حصلت ده احنا كان عندنا اوتلين في العريش يا راجل بجد والنبي طب انا بروح العريش من انه عندي 13 سنة فبلاش انا اتكلم مهم احنا عندنا نسق في مصر متعلق بالمشاريع القومية الريس عاوز يطور سيناء زي كل المشروعات القومية اللي موجودة في مصر جزء لا يتجزأ من جمهورية مصر العربية وبالتالي التنمية والتطوير اللي هيحصل النهضة الحضرية مش الحضارية الحضرية مجتمع الحضري اللي يحصل في سيناء انا عايزه يبقى زي اللي موجود في بقية الاماكن اللي موجودة في مصر ده كلام الرئيس مش كلامي بالتأكيد يعني طيب وفي نفس الوقت ايه بقى أكدلك؟ الرئيس بقولك يا جماعة ركزوا على حاجة مهمة جدا خصوصية سيناء فلازم وانت بتشتغل تعمل دراسات اجتماعية وانسانية معمقة عشان الحاجة لازم تطلع عشرة على عشرة رئيس عبد الفتاح السيسي عمليا الحاكم الوحيد في تاريخ مصر الحديثة اللي مراحش قص شريط الافتتاح واتحطت اللوحة بتاعت تم بناءه او افتتاحه في عهد فلان الرئيس بيروح يفتتح والحاجة شغالة لكن جو بقى وضعنا حجر الاساس وقص شريط الافتتاح الوحيد من 1805 لحد النهاردة اللي بيروح للمشروع وهو قائم ومنتج وسليم